بساعة الخير على كل مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا على شاشة صدى البلد يا رب دايما تكون مجمعانا اللي لا دي ليلة مميزة جدا بنودع سنة 23 بحلوحة بقى بمرها بأحدثها بكل حاجة وبنستقبل بكل أمل وبكل تفاؤل وبكل رغبة في تحقيق السعادة والاستقرار والحياة لسنة 2024 بإذن الله النهاردة وحنا بنتكلم عن استقبال سنة جديدة بنقول يعني احنا حقيقي عشنا أيام صعبة وطبعا في القلب منها مش عايزة أقول دول هم بقتنا هم قلبنا فلسطين والسودان ويمكن في الفترة الأخيرة لكم شهر الأخرانيين من سنة 2023 كانوا الأشد صعوبة نتمنى إن شاء الله أن كل الظروف دي تتحسن والسلام يسود المنطقة كلها وكل الدول العربية تبقى في سلام ودايما نشوف مصر بتاعتنا احنا بقى اللي احنا بنحبها نشوفها زي ما احنا عايزينها وزي ما بنتمنى دايما نشوفها اللي لا دي على فكرة سجل يا تاريخ أول مرة نطلع احنا التلاتة مع بعض خلوني أرحب بزميلي اللي حبتهم قوي النهاردة أول مرة أطلع معاهم هاني حتحوت نجمينا الجميل طبعا زي كهاني كل سنة وانت طيب أهلا سهلا بك دينا كوسان طيبة وكل مشاهدين طيبين سحا والسلامة نهاية سمير الأمر بتاعتنا في صادة البلد ويعني سعيدة أن أنا بكتمع بيكو النهاردة مرة تانية كل سنة وانت طيبين كل سنة طيبة دينا كل سنة طيبة نهاية يا رب سنة سعيدة علينا جميعا وعلى حضراتكم كل سنة وانتم بألف خير سنة انتهت أكيد كان فيها إنجازات كلمة دي ممكن تبقى صعبة شوية بالنسبة للناس لأن فيه ناس كتير شايفهم كلنا الحقيقة بنقول تلاتة وعشرين خلصت لكن أكيد كان فيها إنجازات بشكل أو بآخر حتى لو إنجازات صغيرة في خلال حياتنا على المستوى الشخصي على المستوى المهني على المستوى الأسري قد يكون نهايتها حزينة جدا على المستوى الإنساني وعلى المستوى القومي وعلى مستويات كتير قوي وإحنا بنخلص السنة لسه فيها نفس الأمر المزعج جدا بالنسبة للبشرية كلها وهو الحروب الواقعة سواء في فلسطين أو حتى في السودان وغيرها من الدول العربية كتير وده اللي بيخذينا وإحنا مقبلين على سنة 24 بندعي ربنا إن السنة الجديدة تكون كويسة على المستوى ده وعلى المستوى الشخصي لنا جميعا بإذن الله فكلنا بنقول يا رب وكل سنة وإنتم طيبين وبنحاول دايما نفتكر الحاجات السعيدة ونركز فيها علشان نبقى متفقلين سحق السعادة بتجيب سعادة بالضبط جدا أنا كان عندي كذا حاجة حلوة أبدأ بها وبعدها عايز أسألكم عن الحاجات الكويسة �i would you like to fly with me for money? ختمت السنة بالنسبالي بحاجاتك وغيرها قاية ما كنتش متخيلها في يوم من الأيام إن أنا أبقى بابا اوه ده انجاز انجاز السعلابن البيض عشان كده ببدع الكلام بان اكيد في انجازات جميل اوي وبابا البنوتة حرية موليد 27 نوبمبر فانا ختمت السنة بخبر سعيد دي بورج القوف على فكرة مستعرف ان انا بركزة ساينز واشارات وحقاجات كدير اوكي طيب دينا ايه اكتر حاجة حصلتلك في 23 كانت حلوة وجميلة وحسيتي ان الله دي السنة كده خلاص بنتي جوزت الله مبرك دي كانت اسعد لحظات حياتي ومش اعني هي اصعبها خلي بالك يعني هي سعيدة جدا لحظة سعيدة بس هي لحظة صعبة صعبة طبعا على اون بس طبعا تاتشود الاول يعني بنتي جوزتها جميلة وصغيرة ما شاء الله عليكي طبعا عشان ما نبقاش منحسدها صحة ولا ايه تسعد على طول هي كله اللي هو بيجيب اللي هو على طول فان شاء الله السنة دي تبقى سنة جميلة جدا علينا عليك يا دينا عليك يا نهاد عليكم بإذن الله تبقى سنة حلوة وقابلينا كلنا تبقى السنة سعيدة جدا على بلدنا الغالية مصر وعلى كل الوطن العربي وعلى العالم كله بإذن الله ونبقى دايما في سعادة ورضا وهنا بإذن الله يا رب امين يلا بينا نبدأ فقراتنا لليومنا حلوة قوي وسعيد ان شاء الله نستمتع بنهاية سنة وبداية سنة في صهرة صدى البلد في سنة 2014 ايه الجمال ده ايه الجمال طبعا انا برحب المطربة الرائعة اسماء الجمل باسم سعيد العازف الرائع بتاعنا يا رب السندي تبقى زي اسمك باسم وسعيد في نفس الوعي طبعا لازم اقولك يعني ان جمال صوتك والكلمات وكله رائع وليلي كده بقى السنة الجديدة دي هنستقبلها ازاي وايه احلامك وتموحاتك ليها والله انا اتمنى ان السنة الجديدة تبقى حلوة وسعيدة على كل الناس بس طبعا في البداية احب ان انا ادعي للفلسطينيين ان ربنا يقويهم على مبتلاهم ويا رب السنة دي تبقى خفيفة على قلوهم طيب وبالنسبة لأسماء الجمل بالنسبة لي فيا رب اتخرج انتي هستو متخرجتيش لغاية دلوقتي اه في سنة كام انا في ربع عالي اكاديمية الفنون المؤهد العالي يمسيكو العربية ايه اللي معرقالك بتسقطي ولا حاجة بعد الشر ولا تشتغنانة يعني لا امتي يا زيت الحمدلله انا واحد وعشرين سنة طيب ماشا اللهم احنا هوا في الكورس المظبوطة اه بالزبط ما تستعجليش هتتخرجي وحتغني وحتشتغلي وكل الايام اللي جاية تبقى حلوة بإذن الله ايه يا رب علي وعلى حب جيتك كل سنة وانتو طيبين بسم طبعا عصف كان اكتر من رائع ويا رب كل اللي بيتابعنا النهار ده يكون مستمتع معنا هناخد فاصل ونرجع نكمل سهرتنا الليلة السنة دي على فكرة كانت سنة غنية جدا بس غنية فنيا الحقيقة غنية فنيا لان كان فيها نجوم كتير اصوات كتير مسلسلات كتير مهرجانات وعلى فكرة ما شاء الله لقوات الا بالله يعني الفنانين المصريين تقلقوا في عشرين تلاتة وعشرين في كل المهرجانات سواء اللي داخل مصر او حتى خارج مصر ايه رأيوكو نعمل ايه كمين كده هاني هتحوط كورا انتو عارفين طبعا بيتنفس كورة قدم ايه رأيوكو نعمله شوية اختبارات فنيا ونسأل هاني ايه الاعمال الفنية العمل الترند السنة دي وانت تعرفها ما اتفقناش على كده سؤال مفاجئ ولينا حاجة تابعتها علمت معاك اولا انا تابعت جعفر العمدة طبعا مصر كلها شافت جعفر العمدة وبرضو على الاهاوي وخلص الفترة الاقي ما بتتفرج ارجع من الشغلة الاقي اختي بتتفرج في مختلف القنوات يعني اللي انا تفرجت عليه وتابعته واستمتعتي بيه وكنت بدايق جدا انه هو اسبوعي في حلقاته بتنزل ام هم كنت بعض اقول انا عايزه مستانيه لوم الخميس يوجي سفاح الجيزل سفاح الجيزل أحمد فاهمي تقلق في صفاح الجيزة بجد يعني هو ده الفنان اللي غير من جلده تماماً من كوميدي لشخصية صفاح ومش سهلة رجع كامل أنا بحب أحمد فاهمي أصلاً في العمور يعني قصة حقيقية طبعاً يعني ما خوفتوش ومتفرجوا عليها؟ لا ما هو كان بيخوف أنا حالوته أن هو يخوفني أنا ما بخبش بسهولة فأنا حاسيت إذا فيه حاجات فيه كانت بتعمل دي كده وأنا بصرق فاببساطة بتخذك يا حا بتخذك وأنا حبيت إحساس إن أنا الحلقة بتخلص ببقى مستني الأسبوع اللي جاي الإحساس بحلو قوي عارف بانا كنت بعمل إيه عشان أتفدح كاتل الأسبوع اللي جاي أحوش حلقتين قلاتة علشان أعرف أتفرق بمزاج صح طب نهد أنت تلحقني قبل ما الحق تلحقني قبل ما الحق طب الأول عايز أعرف منك إيه أكتر مسلسل كده في 20-23 نزل بقى كده وتبعته وتفرجت علي غير صفاح الجيزة طب مع صفاح الجيزة اتفرجت على حاجات كتير اتفرجت مثلا على تحت الوساية مونة زاكي وصلت لدرجة ما بتمثلش خلاص الست دي بتتقمس بتلبسها الشخصية وتخليكي تعيطي وتخليكي تفكري وتخليكي يعني بتلعب بمشاعر يعني ناقش قضية مهمة جدا ويمكن في قانون اتغير بسبب مسلسل لسه هيتغير يعني فيه مقدمات إنه هو يتغير طبعا جعفر العمدة طبعا بأكيد عارف بقى غير رمضان أنا من عشقي رمضان حمد رمضان بحس إنه هو فنان شامل ايه حقيق صف صف هلا صدقي انا وقفت قدام هلا صدقي وقلت لا المبدع بيعرف يعمل التاتشات يعني عارف إيه اللي كنت بفكر فيه طول وقت هل المؤلف كتب لها الجمل اللي هي كتب بتقولها دفنت لي نو يعني أنا أراهن إن فيه جمل كتير مش مكتوبة لها لكترة القائيتها بالزبط والإفهات اللي طلعا منها صعب حد يقدر يرسم إفهات كده لايئة على شخص قوي كده زي مهالة صدقي طلع منها الإفهات صح فيه برضو كانوا ترند جدا بس أنا ما شفتهمش بس يعني كنت شايف مصر كده بتكلم عليها إيه؟ وإنستجرام كله البنات بقيت تلبس بينك آه بربي أنا ما شفتش ده ولا أوبنهايمر آه الاثنين كان نازلين في نفس الوقت تريبا الاثنين كان نازلين في نفس الوقت تريبا والإدنين قصاروا الدنيا ما شفتش ولا ده ولا ده بس يعني بمينك بتكلمي على الترندات فأنا مطلع جدا على الترندات أيوه بجد بجد بس قبل ما تطلعوا من جعفر العمدة عارفين إن فيه جعفر العمدة جزء تاني؟ بجد؟ محمد سامي هيامل جزء تاني؟ محمد سامي هيامل جزء تاني؟ ده في رمضان ده؟ المفروغ يحضروله عشان يلحقه لا أنا سامع إن فيه حاجات تانية بس بيكلموا دلوقتي إن هما هيأجلوا بس فكرة إن هو موجود منه جزء تاني بعد طبعه ما قصر الدنيا في شارع المصرية سيدايا أنا مش بتاعت جزء تاني مش بتحدي؟ حاجة نكحت وعلمت حلوة قوي يعني سبوها تبقى نكحة بقى سبوها في المكتبة المسلسلات بتاعتنا تبقى يعني محفوظة ليالي الحلوية كان خمس أجزاء والخمس أعلمت الكبير قوي بص كم بص؟ اللعبة بقى ده اللعبة 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 ده أنا كنت فيها وقت ببقى مثلا رجع من الشغل المداء إن أنا مخلص حلقة وما سألتش سؤال حلو مثلا أو المكالمة دي ما كانتش مظبوطة أو حاجة معصماني في الحلقة حاجات مدايقك في شواء هروح راجع قاعد على الكنبة أيوة فاتح اللعبة أعود أتحك أنا مبسوط خلص نفيت إن أنا كنت مداء من شوية والكبير قوي الكبير قوي واللعبة طبعا يعني فيه فيه مسلسلات عملت أجزاء وأجزاء طويلة البيت بيتي البيت بيتي البيت بيتي ده كريم محمود عبدالعزيز يا جماعة بيتقربت الكاميدي عملوا لون مختلف تماما جدا بيتعمل منه جزء تاني ده ده برضو جزء تاني بيتعمل منه هتتفرج هتفرج عليه بس أنا بتعرفها ليه بقولك كده أنا بخاف على الأعمال الفنية بخاف إن حاجة حبتها قوي يطلع الجزء التاني أو السيزن اللي بعده صح مش حلوة قوي زي بتعاصر ذي لعن لزوم هتو بلكن اللعب رجع كريم عبدالعزيز الأول طبعا تقلق كريم محمود عبدالعزيز تقلق بقى بيت الروبي البيت بيتي الكريمين الحقيقة كريم عبدالعزيز يعني بالنسبة لي في السينما كريم عبدالعزيز هو دلوقتي اللي أنزل من البيت أتفرج له على فلق بالضبط أي أروح السينما اتفرج على كريم عبدالعزيز و الكريمين بقى لا ما يبقوا موجودين كريم و 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 كريم وهو الهضبة رجع بألبوم بس ده عمر دي أنا على فكرة أنا ما كنتش مصدقة أنه ألبوم بس بقام ده وبس يا أرونية ورد تانية ووس الله هو كل كل ده جديد كل ده جديد وما سمعتوش فجأت أنه هو منزل ألبوم بس ده كان بقاله فترة بينزل سانجل بس طبعا وبعد كده ابتدى أنه هو الفترة دي نزل ألبوم هايقل دول فنانين بقى تفتكري يرجعوا الألبوم تاني هو دايما بيقود أي حاجة بيعملها الناس هاني إيه الأغنية لسانجل إيه اللي علاقت قب بابوسوا هاني يا أول ما قوله هاني هاني بخاصمي هاني إيه الأغنية اللي علاقت معاك قوي وحسيت أنها حلوة بقعت الدن بينها بقى وإنت في العربية وإنت جاي الشغل وإنت مروح وإنت في البيت وإنت بتاكل كشاري مش هنقول إيه السبب خالص خالص مش عايزة أقول لكم مش عايزة أقول لكم دي كانت 23 أعطاها كانت 23 في المتاج دي كان من الأغنية لأنا بغنيعته للوقت يعني أحمد سعد كمان يا جماعة دقلق طبعا هو كان محظوظ وكان متعوس في نفس الوقت محظوظ فنيا لكن على المستوى الإنساني الانفصال اللي حصل من فترة كده ما بينه وما بين زوجته يعتبر برضو يعني من الحاجات اللي ممكن تكون أكيد ديقته في 23 مع إن النجاحات اللي عملها فنيا في الفترة دي أنا مش عايزة أقول إن كانت زوجته وشحل وقاوي عليه بس كانت شعاره السندي بقى أغنية اختياراتي دمارة حياتي تحكي هي دي سبب الحصر لا بس كان قلق كبير جدا قصة طلاقهم يعني وناس كتير زعلت حقيقة دي على الفكرة كانت من الترانس برضو بقاة السوشيال ميديا لأن فكرة دلوقتي الناس بتتطلق وبتتجوز من خلال السوشيال ميديا هل أنا ينفع أتخينق مع شريك حياتي أنزل بوست أو أنزل ستوري أو أنزل هل ده طبيعي ولا هو عشان فنان ولا إيه شايفين إيه شايفين الموضوع ده هو فيه ناس بتعتبرها رأيي يعني إنه كان نوع من إن أنا بأعلم إن أنا زي ما أعلنت إن أنا ارتبطت بأعلم إن أنا انفصلت بس هي المشكلة بقى بتبقى إن أنا بأعلم إن أنا انفصلت وإن أنا مش طايق الشريك حياتي اللي كان معايا والحمد لله والتاني يروح إيرادة عليه دي لي بتبقى حاجة برايبسي يعني خصوصية جداً مش مهمة أبداً مهما كانت البيوت أسرار مهما كانت شخصية عامة أن الناس تعرفها طيب علشان الوقت برضو بياخدنا وعندنا لسه فقرة حقدمها لكم دلوقتي قوللنا بقى الترانز في المسرح يا جماعة المسرح المسرح ده أبو الفنون يعني مش لازم ننساه وعلى فكرة إحنا البلد الوحيد اللي كان يتخذ لها طيارة في مواسم المسرح أيام عاد الإمام والله يرحمه سمير غانم وطبعاً الأستاذ محمد صبحي حبيب القلب يعني محمد صبحي الرائع الناس بتاخد طيارات وتيجي تتفرج على العروض المسرحية وتقعد ديومين في القاهرة وتسافر كان فيه في 23 مسرحيات كان فيه مسرحيات حلوة أوي خليني أقول لكم كده وأقول لستودا ومشاهدين المسرحيات اللي كانت موجودة في عشرين تلاتة وعشرين يعني كانت طبعاً مسرحيات شارلي ويمكن شارلي تشابل أنا تفرجت عليها أيوة ونجم محمد فاهيم أنا بعشاء المسرح كان رائع على فكرة وكمان فيه مسرحيات تانية اسمها الحفيد وكان فيه مسرحيات تالتة اسمها يوم عاصم جداً يعني مسرحيات عاصم عاصم مش عاصم مش عاصم يوم عاصم جداً ويمكن يعني دي المسرحيات اللي كانت موجودة في عشرين تلاتة وعشرين كانوا بيحبوا كده يدخلوا ويتفرجوا على المسرحيات دي ولكن وحشنا بقى نجوم المسرح الحقيقيين اللي كنت يستطيع تتكلمي عنهم الناس تاخد طيارات عشان تنزل تتفرج عليه ومتحضر لهم مسرحات حيرجع كل حاجة هترجع بس الدنيا تهدى كده وتروأ والحروب يعني والسلام يرجع تاني يا رب يا رب يا رب انا مستفشرة بعشرين اربعة وعشرين وانا كمان وبمناسبة الجمال والاستفشار ايه رأيكم نسمع كمان ومش كما تعودنا فنان جميل جدا محمد عادل نسمع الكمان ونرجع تاني ايه الجمال ده بك عادل عامل ايه كل السنان انت طيب اخبرك ايه الاول ايش ياكا دي وان شاء الله تبقى سنة حلو علينا كلنا وعايز اقالك امتى بدأت انك تحس انك عندك الموهبة بتاعت الكمانجا وانك تتقنها بعد ما تعلمتها ومارستها انا بدأت من عشر سنين اصلا كان عندك كم سنة ساعتها كان عندي سبعتاشر سنة اوكي بدأت ثمانية وعشرين تريد كل السنة انت طيب بدأت من اخر سنة ليا في السنوية وبعد كده كملت بقى وبدأت يبقى عندي ستوديو عملت تستوديو عملت تستوديو عشرين تريبا عملت فيها اول ألبوم ليا تمام وتعمل على كل الاتفورمز يعني ومع الاستوديو مع الاتفورمز يعني دا كانت بقى شغلي اكتر بياخد وقت دا انك تعمل ألبوم بالعزب بتاعك عدت فيه سنة ونص اوه بتاعت فيه سنة ونص تقريبا بس فيه ناس بها بتعمل ممكن اكتر مقتد أقل حسب التراك اسمود حلواوي ومزيكة حلوة واداء حلوة وطريقتك وانت بتعذب كمان شيك قوي اه 2023 بالنسبة لك كانت عاملة ازاي على المستوى الشخصي ليه كنت في حياتك كنت عاملة كانت حلوة جدا بالنسبة لي عملت فيها حفرات كونسرت خاصة بي انا اه وعملت زي ما قلت لك الألبوم بتاعي ولا كان فيه حاجات حققتها حلوة بصراحة حلوة قوي ربنا يجعل السنة الجاية كمان حلوة قوي فيه ناس دايما بتستنى نهاية السنة عشان تبدأ تقول اللي ما تحققش في 23 مثلا يتحقق في 24 ايه اللي محمد عادل نفسه فيه في السنة الجديدة يمكن المزيكة اللي انا عملتها واللي هو نزل في بلادفورمز واخيرا انا عملت اللي هو الحاجة اللي انا كان نفسي اعملها يعني بس لسه ما انتشرتش قوي فاعتمنى طبعا يتنتشر اكتر يعني للسنة الجاية ان شاء الله ان شاء الله كلسان تطيب وبشكرك على اللي انت عملته والأداء الجميل ده وان شاء الله السنة الجاية تبقى ممتازة عليك شكرا اهلا وسهلا بيكم مرة تانية في الوقت ده في الايام العادية النهاردة يوم مش عادي بيكون موجود معاكم في برنامج الماتش لكن بما انهم عملوها فيها من شوية فادي فورستي جريف ملعبي بقى انا هسألكم في شوية حاجات ترياضية في سنة 23 كانت مليانة احداث ليازالية رياضة لأول انت يا دينا ايه انا اللي عرفوا ان تسترق اعلام زملكوي كبير جدا بص انا هسيبها علامة استفهام اه هسيبها علامة استفهام انا مش هجابه على السؤال ده انا بقى لقابله في اي مكان بيبقى فيني قاشات ساخنة بنا عن الزملكوي هو بيحب الكورة يحب اللعب بيشجع اللعب الحل انت بقى انا تبع طارق صراحة اه يعني سؤال بس بيترح نفسه الانسان يكسب حياته الزوجية ولا يشجع نادي مش هياخد منه يكسب حياته الزوجية طبعا بس انت جابت بس انت معايا بس خلاص المرأة على مذهب جوزه انت ناسي ان انا في القناة الثالثة كنت بقدم السهرة الرياضية طبعا السهرة الرياضية ايه كرياتك ايه مع السهرة الرياضية والله كنت بسور السهرة الرياضية وبس نضيف كل نجوم النقد الرياضي دلوقتي كانوا تزوفي خش عليها شجعي مين يا نهادي انا بشجع نادي الاهلي شجعي نادي الاهلي كانت سنة حلوة جدا على الاهلي السنيني 23 كانت حلوة بدايتها حلوة ونهايتها حلوة كان معتاد ادخلي علي يلا بقى يعني هلعبك لعبة دلوقتي اسأل وقبل بقى ما تدخل بينا في الحتة الرياضية عشان انت غوطت قوي في الرياضة لا على الفكرة دا لسه هيبدأ رياضة كمان هيبدأ ايوة بس نعمل فاصل فني فاصل بقى ونلعبك لعبة بدون كلام وهنشوف بقى هاني هتحوت هيعرف العمل ايه هيعرف العمل ايه ولا لا تبتدي انت مع هاني الاوكي طب اخد الفيلم ولا الاغنية انت حابة الفيلم ولا الاغنية لا زي ما انت عايز زي ما انت عايز بصي بسرعة خد انت الفيلم الفيلم قديم اوي اوي طبعا هو فيلم فيلم لا متكلمينك تبتغسسيني لا اه فيلم اوكي قولي له كم كلمة كم كلمة تلاتة الاولانية شحات الديني جاي من الديني ولا شحات شحات الديني اعطيني امنحني والنبي طيب التالتة التانية ماشي تاني تلاتة 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 ايه يعني اسمها تلاتة تلاتة قروش اوه تلاتة جنيه الاولانية ايه بقى الاولانية يعني الكلمة التانية تلاتة صح والربعة جنيه اوكي بقى حاجة اديني تلاتة جنيه ايه الاولانية كده ناقصة صح ايوه اه تلاتة جنيه اوه معايا تلاتة جنيه اوه 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 جديدة جدا اوكي اول كلمة تلاتة تلاتة ساعات متواصلة اوه برافو مروبي تبقولك ايه نرجع للرياضة يلا بينا امام ما حدثتها سنة 2023 اول ما باجي تكلم في الرياضة بقلب لغة عربية في وصحة مش عارف لي ايه تعودت خلاص ايه اللي حصل سنة 2023 حصل حقيقة كتير قوي مليانة احداث رياضية وآه على مستوى البطولات وعلى مستوى التتويجات هنبدأها الاول بانه مثلا آه سيراميكا كليوباترا السنة دي توج باول بطولة في تاريخه ودي بطولة كسر ربطة لما كسب المصر بورس عادي بنتيجة اربعة وبالتالي كانت تنتيجة كبيرة قوي كان انجاز كبير لسيراميكا وبسبب التتويج ده شارك سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر اللي لسه ملعوبة من يومين اللي ختم بيها الاهلي السنة ببطولة جديدة اضافها الى تاريخه الاهلي نفسه كان توج بالدوري رقم تلاتة واربعين في تاريخه وفي نفس السنة دي خد الكاس رقم ثمانية وثلاثين بعد ما كسب بيراميدز وبالتالي كانت سنة محليا ممتازة افريقيا برضو بالنسبة للاهلي كانت سنة ممتازة لانه توج بالمرة رقم حداشر في تاريخه بدوري ابطال افريقيا بعد ما كسب الوداد بمجموع الماتشين والتاني منهم كان في المغرب على مستوى استفقات ابرز الاحداث الرياضية اللي حصلت وانا هستألك برضو يا دينا في النقطة دي ليه بقى؟ لانه امام عشور نجم الزمالك السابق طلع رحلة احتراف قصيرة جدا رجع على الاهلي وده عامل جدل لغاية اللحظة دي اندي جزمالكوية ازاي تلقيت الخبر ده؟ يعني انا حاسة انها مش عايزة اقول متفق عليها انا حاسة انها ديتور يعني هي لفة انت مش حاسة انها لفة؟ انت بتقولي كلام خطير انا كموزيع الرياضة لو قلته هتحاكم انا مش موزيع الرياضة انا كده مبسوط ان ما اسمعه من اعلامية غير رياضية ايو انا مش رياضي انا انا بكلم لكن لو انت قلته بقى اشيل انت بقى اعتعلالي بقى انا انا شايفة ودي مش اول مرة على فكرة يحصل الموضوع ده فواضح انها بقت يعني ايه؟ طريقة للالتفاف اسمي فلوسة دفعت وانتقل بيها من الزمالك واحنا ليه ما بنبقاش صراحة؟ ليه ما ينتقلش حد من الزمالك للاهلي ومن الاهلي للزمالك لا بس هيبقى فيها صراحة وحيبقى فيها صدق يعني اللي عمل كده حسام ابراهيم يعني حد انتقل هو العميد لغاية النهاردة والناس كلها بتحبوا الاهلوية انتقدوه الزمالكوية انتقدوه ولكن في احترام للشجاعة بتاعت اتخاذ القرار انا سألت مسؤولين في الاهلي وقتها هل كان هل كان الموضوع متفق عليه ان يروح متلند ويجي على الاهلي قالولي لا احنا بدأنا المفاوضات معاه بعد اربع شهور او ثلاث شهور من رحيله عن الزمالك ده كلام مسؤولي طبوا ما بدأووش ليه وهو في الزمالك معنىش حقك علي ماشي ما تعملهاش تاني يعني من نسبة الزمالك طبعا السنة دي برضو كانت سنة تاريخية على مستوى الزمالك لانه حصل فيها انتخابات طبعا ونتيجتها كانت مختلفة في وضع صعب صعب تاريخيا بيمر بيه الزمالك فأجريت انتخابات في الزمالك وتعملت الانتخابات في الزمالك وأصفرت عن مجلس إدارة جديد كل القائمة فيه اللي كان بيقودها الكابتن حسين لبيب فازت بالانتخابات فتولى المسؤولية من اكتوبر اللي فات يعني بقاله تقريبا شهرين ونص او ثلاث شهور بالزبط على مستوى دوري السوبر الافريقي او دوري الافريقي اتلعبت النسخة الاولى من البطولة ودي كانت نتق جوائزها كبيرة اوي اربعة مليون دولار وتوج بها فريق سانداونز الجنوب افريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي الاهلي راح الى بطولته المفضلة اللي بيشارك فيها دايما بانتظام في بطولة كأس العالم الاندية وتوج بها الميداليا البرونزية لرابع مرة في تاريخه وده على مستوى بطولة توج بها منشستر سيتي الانجليزي اللي خد كل حاجة كل حاجة في العالم حاليا سواء دوري ابطال اوروبا دوري انجليزي كأس انجلترا سوبر اوروبي واضاف اليها الخمسة كان لسه بيحتفل بها مبارح وهي بطولة كأس العالم الاندية هالند بقى هالند هداف العالم اه ايه ده ايه ده ابدعه الحقيق اه ابدع فعلا مكينة اهداف يعني وان كان اللي توج بجائزة هداف العام سنة 2023 ده سؤالي ليكم مين اوه مين اكتر لاعب سجل جويل في السنة الميلادية 2023 اسم سهل يعني حتى لو توقعتوها تراصل جويل فيش حد يغشش خالص صلاح؟ لا لا امين بس اسم سهل يعني زي كده اضرابي اسم تاني زي كده زي صلاح؟ اه يعني اه بنفس اللي بلد مفيش حد زي صلاح مفيش حد زي صلاح اه اوكي طب مين بجد؟ كريستيان رونالد اوه ايوه ايوه المرح كان جاب جول في التعاون وبالتالي وصل ل 53 جول في سنة 23 على مستوى عالمي بقى فزي ما قلتلكم على كريستيان رونالدو فتعالوا نروح لقصة تانية كمان بعيدا عن الدوري السعودي طبعا كريستيانو وبنزيمة ونيمارو وكانتي ومحرز راحوا وفابينيو راحوا الى الدوري السعودي النصر توج بالبطولة العربية قدام الهلال دي بطولة كان بيشارك فيها الزمالك زي ما انتم عارفين ميسي ساب اوروبا لأول مرة بعد مسيرة امريكا ده بيعمل تاريخ بيعمل تاريخ بيعمل نادي وبيعمل تأسيس لكرة قدم زي ما بنعرفها بس في امريكا لان انت عارف امريكا مش من الدول الكرة القدم فيها قوية قوي مظبوط هتختلف بقى مع ميسي ايوه ايوه والمغرب 20-30 دي المغرب ايوه 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 بقى ايوه المغن ميسي خد الكرة الزهبية للمرة التامنة وده اثارة جدلا واسعا لان في ناس قالت لا اما يستهلهاش يستهلهاش ليه بقى باعتبار انه على مستوى الاندية مكانش عامل نفس النجاحات بس الناس قالت انه خد كاس عالم فيستحق البطولة هاامل نفس النجاحات باعت فكان في بيت بيه ناس قالت لا هالند اللي يستحقها بس انت بقى افرق يك من اللي يستحقها انا شايفه هالند انا محس انه عيب ان ميسي اخدها واقول ما كانش يستحقها حتى رقعت في البيت بس بيقولك ايه الارقام بتتكلم ارقام الاهداف او اللجوان بتتكلم هلند طبعا واخد بطولات تلت بطولات وكان الشريك أساسي في التتويجات دي بغضى لبعا أنه أخير مسات أوروبا فيه أربع أهداف زهقت من كتر ما هو رايح رايح راجع على الجون بيجيب جوان هلند حتى الناس متوقع أنه هو هياخد وإمبابيه أنا بشوف دايما أنه هو العيب جامد جدا هايخدها في يوم من الأيام بقول لكم إيه رأيكم ناخد كده المشاهدين في جولة دول العالم بتبدع عارفة؟ في الاحتفالات في الاحتفالات كل دولة ليها طريقتها وليها الاحتفال بتاعها براس السنة أو ليلة راس السنة كل الناس بتبقى عايزة تتخلص من كل هموم السنة اللي فاتت أيا كانت وعندها عشام كده كبير قوي في السعادة في السنة الجديدة وكل دولة ليها طريقة وليها تريند كده بتاعها بيبقى مشهور بلد مشهور بطريقة احتفال معايا وليها معا لما الناس بتتجمع حواليها عشان تشوف الكاونت داون بالزبت كزاب نشوف ده معا كل المشاهدين ونرجعتين يلا بيه ولسه مكملين معاكم بقيت صهرتنا الخاصة في ليلة راس السنة واحنا لسه متجمعين كده أنا ودينا وهاني ولازم بقى نكلمكم كده عن احتفالات الدول أو البلاد باستقبال سنة جديدة في راس السنة وخلينا بتدي كده بدينا وعرف ايه اكتر بلد بتلفت كده نظرك وتقولي الله بيستقبلوا السنة الجديدة بشكل حال بصي البرازيل ليهم طبع كده لطيف جدا هم بيستقبلوا السنة وهما كلهم لبسين ابيض فابيض الله فما هو يعني يستبشروا بالخير تجدوا أنا شايفة انتدي عادة حلوة دي سنة عشان تبقى سنة وبيضة ايه بقى بلاد تاني الارجنتين جنب البرازيل حاجة جد حسن هي ايه تحسنها واخدنها من مصر مش حايف لي اول ما تسمعي القصة بيجوا عند باب البيت بتاعهم ويروحوا مدين دجليهم اليمين ويدخلوا البيت حرشيا لكده مع بداية السنة الجديدة بداية السنة جديدة يجوا عند ليلة رأس السنة يروح باتحين الباب يدخلوا البيت بداية خير خليني يقولكم بقى تركيا تركيا بقى بيعملوا حاجة غريبة جدا ويمكن لطيفة برضو في نفس الوقت بيرشوا ملح على عتبة باب البيت عشان تجلب لهم الطاقة الإجابية وكمان بيعملوا حاجة تاني بيقطعوا رمانة يفتحوها ويحطوها عندهم في البيت عشان دي بتجيب لهم فلوس كتير أو رزق وخير كتير دي تركيا دي فكرة حالوة حالوة أنا أخذ عايزة عربا أنا أخذ ما روح هدخل برجلي اليمين وهلبي صابيض وحط ملح واجيب رمانة تعمل الأربعة ولكن خلينا بمناسبة الفورتشن كوكيز اللي موجودة دلوقتي قصتها بقى قصة لذيذة جدا هي أصلا مفروض إنها كوكيز صينية في ناس قيلت إنها يابلية دي كوكيز الحظ نجواها تناب بالضبط مع بداية سنة جديدة ولكن الأمريكان بقى هم اللي بيستخدموها بشكل كبير جدا في كل احتفالاتهم الحقيقة يعني حتى لو جادورينج عايز كده بتلاقي فورتشن كوكيز ويفضلوا يشتحون الماسج شوفوا نعملها شوفوا حظكم يلا بينا بسطر يا رب بسم الله طيب اهوة أنا هبتع لأ يا رب كل واحد فيكو بقى يأكل نعملوا مانا كل ينا بسطر يا ولي بسطر يا ولي بسم الله بسم الله أنا مخترت دي بسم الله رحمة رأي طيب أوكي بسطنونا هاي كل منها جزء لا على حسب لو الكلام اللي بوا حلو كولي اه ايوة إن شاء الله يبا حلو طيب اهو اهو طيب كريسمس ميريكل معجزة بتاعت كريسمس اه وين يور فاميلي طعم حلم دازن جات انتو سينجل ارجومنت اول دي الله يعني معجزة في الكريسمس اه لما العيلة ما تختلفش في اي رأي طول اليوم طيب سيم هير يا جماعة ايه دا دي مخشوشة 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 ممكن تقريلي ايه اللي مخشوشة ايه اللي مخشوشة ايه اللي مخشوشة ايه انا هيكو الكوكو ايه دس هوليدي سيزن تراجر دريزن فور دي سيزن يعني يعني لازم تقضي ده هيرز بتاعك اه والسبب تقضي يعني انك انت تؤبرشيات يعني الكنز يعني الهوليدي سيزن السيزن بتاعك اجازاتك اه شو تبقى دي حاني طب الدي حاني تاني حاجة حلوة يعني حلوة انا مبسوط اما حاني حاجة حلوة الحمد لله حبيت قوي الكوكيز حلوة يبلهانا مش فاكمليها كملي انت كمان يا دينا اه ودلوقتي لحد مدينة ونهادي يكملوها تعالوا مع بعض نسمع صوت جميل وهو صوت ميريتيا عماد ونرجع نكمل معاكم صهرتنا في احتفالات راس السنة 2024 دقيقة بالزبط ان شاء الله بتفصلنا عن السنة الجديدة تخيلوا كده معايا ان احنا نعمل زي حاجز قبله عشرين تلاتة وعشرين وبعده عشرين اربعة وعشرين نحاول بكل ما نملك من طاقة نفسية ان احنا نجذب طاقة ايجابية لنا نتمنى امنيات كلها تكون امنيات خير لنا وللعالم كله اعتقد يا جماعة يعني كل واحد بيبقى عنده امنيات امنيات اتمنى ايه اتمنى السلام الصحة السعادة الرزق من عند ربنا واحلى حاجة دايما تكون مصر اكيد اكيد امنياتك معايا عشرين ثانية نفسي ربني خليلي مامتي واخوتي واهلي وجوزي ويعم السلام كده على مصر وعلى كل الوطن العربي يا رب بسرعة بسرعة طيبين 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 كل سنة وحضركم طيبين خلاص سنة عشرين 24 رسميا الساعة 12 دلوقتي واكيد لازم نكون بنحتفل مع حضرككم في السنة جديدة وبنتمنى لكم فيها طبعا كل الخير يا رب تشوفوه وانشوفوش اي حاجة وحشة تقفلوا بقى صفحة 23 تبتدوا صفحة جديدة ان شاء الله نشايل لكم كل الخير واحسن حاجة طبعا في سنة 24 حبينا ان احنا نحتفل معاكم كده ونسمعكم صوت وحشكم جدا وهو طبعا اصاف اصاف وحشتنا وانت كمان وحشتوني يا رب النهاردة بقى ان انا يعني ظهوري مع 2024 يبقى ظهور ان شاء الله وحش حلو على الدنيا كلها يا رب ان شاء الله اصاف وكون بداية كده يعني عاوزينك بقى ترجع بقوة اصاف انت فين كل ده موجود اكتو قف بره منورنا والله انا مبسوط بوجودي معاكم طبعا وانا من جمهوركم اكيد احنا مبسوطين احنا كمان ان انت موجود معنا جدا وعملت اغاني قسرت الدنيا عملت افلام وكنت موجود في فترة بشكل كبير جدا جدا لحقيقة ولكن في فترة كده اختفيت فيها بص هي مشكلة مشكلة جيلي كله مش انا لوحدي هتلاقي اسماء كتير قوي من جيلي ظهرت قوي بشكل قوي جدا وبعدين بدأت الحياة الفنية معاهم تبقى ويفنج عاملة كده يطلعوا شوية وانزلوا شوية احنا الجيلي اللي طلع القاسة بالتطورات التكنولوجية ان انا كل شوية اشوف وسيلة اظهر بها للناس تمام انا طلعت على شريط الكاسب بعدين السيدي انا عاشت كل المراحل دي بعدين بعد كده الانترنت اللي هو قالك الالبومات تسرقت نزل على الانترنت فبالتالي شوكات الانتاج مش هطيم دي معاكو انا ما بتكسبش شوية وبدأ الموضوع يبقى يتغير يخش على يوتيوب وبعد كده يعني تيك توك بعدين مش أبليكيشنز كتير قوي وسائل تواصل بين الفنان وجمهور حاسس ان السوشال ميديا اثرت على وجود الفنان الوهمي بالذات الجيل بتاعك بزات الجيل بتاعك تربينا على ان انا عندي حاجات تانية بعملها مش هادة طول يوم ابدأ مسك موبايلي واعدة اتواصل مع الجمهور على عكس تابعا لسني والشغلي والفني يعني الماركتنج نفسه بقى مسؤولية على الفنان ده مش صح ده المفروض نوع مش صح بحلوة قوي فكرة انه مطرب يبقى الناس مرتبطة باسمه طول الوقت واول ما يتسمع اسمه يتقال اسمه اغانين وانت حتى في فترة اللي ممكن نسميها اختفائي يعني دي ناس فكرة اساف زي غيرها اوظبوط اساف عاشق بحب دي بتبقى برضو بالنسبة لك انت كفنان عاملت ازاي حتى في فترات الويفنج اللي بتسميها كده طبعا كلامك هو الترجمة الحقيقية للمغني يعني انا طول عمري بقول وعندي يقين ومؤمن جدا بان المغني اغنية او المطرب اغنية هو ده الموضوع مش تواصل ومش تواجد وخلاص ممكن اعمل عشان اغنية ما تنجحش اغنية واحدة تعمل لي ميلاد تخليني موجود بشكل قوي مش انا ايساف انا اتا مغني وده وجد على مدار التاريخ كله ياما فنانين عملوا اغانية ما نجحتش وعملوا اغانية نجحت فهو الفنان بيترجم لاغنية لا والفنان تجارب كمان وانت بتقول النقطة دي عايز اسألك انت مش بس عد عليك تكنولوجي مختلفة لا انت عد عليك كمان موسيقى مختلفة يعني الموسيقى اختلفت كتير جدا بس انا بتكلم مثلا في وقت من الاوقات ظهرت المهرجانات قالت الناس افتكروا ان المطربين بقى المطربين هيقعدوا في البيت دلوقتي بدأت تنحسر تاني والاصوات الحلوة رجعت مرة تانية هل انت بحاولتش تركب اي ترند من الميوزيق دي بصي كلنا كفنانين حاولنا حتى اللمس عشان انا نكون فير مع الناس يعني بس انا ببدأت دايما تقولتي تجارب وبنتعلم من التجارب بتاعتنا لو ما اتعلمتش يبقى انا فاشل انسان مش غير اهلي لان انا اكون فنان لكن لازم اجرب بس ما اجربش بالشكل اللي هو ان انا اغير لوني واغير شكل لازم احاول المس شوية واشوف رد فعل الناس ايه افريدي انجحت انا برضو في الاخرى انا مش سلعة الناس بتحتاج لها مش اتعيش من غيرها لا انا لازم اخاطب مشاعر الناس يعني حاولت ان انت تلمس في المهرجانات مش مهرجانات كل الاشكال او اللون ده اللي اقدر اغنيه يعني مثلا الرب او الترب انا مقدرش اغنيه مش فودني وكده كده مش هقرب ناحيته لكن لو قلتلي مثلا ان اغنية شعبي اغنية فيها مش مهرجان بس قريبة منه بس فيها غنب فيها لحل حلو فيها كلمة حلوة جربته عملت ولقت على صوتي يعني انا صوتي الحمد the اقدر اغنى كلاسك بص ثبت كان اغنية شعبي صوتي مش كلاسك بس حدودvale رومانسي محلو مش محدود ان انا ه ضرل الريم أني بس حدود صوتي مش محدود ان انا اغني كلاسك بس لأ اقدر اغني شارقي يعني انا عامل تتر لحلو مسلطرUA حلو حلاوة شارقي اول مرة اظهر لالناس بغونا شرقي ونجح جدا الحياة الروح حياة الروح واللحلة حلوة قوي عبيب كلام حلوة قوي المسلسل هاي فده انا اول مرة اظهر بلي الناس حقيقي المميز ان هي مختلفة عن المعروفة عن اثاف لكن لايقى قوي على اثاف بس التطور انا وليه بقولك الجمهور اختلف لان الاشكال المزيك اختلفت كان زمان كان كلاسيك وشعبي بس ما لهمش تالت دلوقتي بعد الشعبي بدأ بعدين المهرجانات بعدين دلوقتي تريد فيه اشكال جديدة كل شوية يعني العشرة السيني فاته دول حصل اشكال كتير قوي فيها وبدأت اجيال تتشكل بتسمع المزيكة دي بس ما هو انت لازم تبقى الان في حاجة مش انت كأساف لوحدك الجيل ده كله لازم يبقى الان لان لو الجمهور هرب منه لترند تاني لنوقت تاني من الموسيقى برضو ما تبقاش خلصت مشورك الفني تقدر تبقى مواكرا برضو الكل هو كل ما هو جديد بإذن الله طول ما انا ربنا الحمد لله يعني نديني الصحة والصوت وانعم علي بان انا اقدر اكون موجود بفن هكون موجود مفيش حاجة تأثر عليها خلص كان أثر قالي بريك انا مريت بحاجات كتير قوي لان النجاح اللي بتقولوا عليه اللي هو مرة واحدة ده خليبك ده مسئولية صعبة جدا مرهق مرهق جدا ودلوقتي بقت حياة مرهقة اكتر حياة السوشيال ميديا انت طول ما انت قاعد ديسة بقولك انت مطالب انت تتواصل حتى لو عندي السوبر ماركت مطالب الاسطوب الدعاء اختلف ما بقاش ان انا ننزل بوستر او ننزل برومو فبالتالي الناس هبدأ تبصلك لقد لازم تفلى افضل اماركت طول الوقت اماركت باشكال مختلفة كمان ان شاء الله حتى تبقى اشكال نشاز نشاز على مجتمعاتنا الحاجة الحلوة والجميلة بقى ان دايما اصاف الناس فكريه والناس عرفاه وبتحب كمان تسمعه اول ما بتعرف انه موجود في مكان او غنى اغنية جديدة الناس تبقى عايزة دايما تسمع ازاي الحمد لله طب ايه سيف نقول له طبعا الف مليوم مبروك انت تجوز في سنة 23 يعريس يعريس المفروض نعمل له زف تجوزت في شهر يوليو واحد يناير شهر يناير بدأ السنة بدأت السنة اوكي بداية حلوة اخر يعني اخر الشهر ده ان شاء الله هبقى كملت السنة يعني اخر شهر واحد عشرين اربعة وعشرين هيبقى عيد جوازك لا اول السنة اول السنة اول السنة اول السنة لما تتنسيش الحاجات لان لين تكبيه ده بقى اي واحد مش مروح لان لين تتعايد جوازك النهار ده تقريبا يا انتاك واحد واحد لا مش هو احد واحد ده مش فاكر حاولين واحد واحد عندي مخرج ستة واحد بتاعي ايه بقى رجالة بقى لحد ما انت عارف كده كده الاجابة بس لحد ما تقول لنا الاجابة هنطلع دلوقتي نسمع اغنية لأسماء الجمل هتعجبنا جدا نسمعها مع بعض وبعدين نرجع نكمل حوارنا والنهتي العروسة والنهتي العروسة والنهتي العروسة ويبقى مخرج جوازك النهار أسماء الجمل هتغنلنا دلوقتي مع بعض تعاوني نحتفل بتناصل طبعا صوت جميل والناس بتحبه وعايدة دايما يبقى فيك جديد وطبعا احنا هنديلك تلات اختيارات علشان نلحق باس الجوازة علشان فيه رابو الجوازة الجوازة بقى لك بس سنة سنة ان شاء الله يوم ستة وعشرين الجاي واحد احمد اتاف احمد اتاف اتف الزاكرة اتاف رجالس لزاكرة مش هنقول خالص هصل ايه عشان اتاف يفتكر ان يوم ستة وعشرين يناير اتجول اه اتجول يناير اتأكد اتأخرت يا اتاف اتأخرت في انك تتجوز ليه ليه الخطوة اتأخرت انا ما معرفش يعني انا ما اتحابة بالموضوع لا لا انا عمري ما حسبتها اه يعني عمري ما قلت انا لازم اتجوز ولازم اخلي في عمري ما كان الفكرة دي بالنسباني معنا اي شاب يعني في بداية حياته كده بيعد يحلم ببيت واسرة وزوجة واطفال انت فين من ده ما انا عندي كان الموضوع مش اي شاب انت هتقدر يا هاني منحاز قوي وعمال يلحقو ايه ويا رضو هاني اللي طلق فاطل عشان يساف يفتكر انا عجبني المبدأ ده لان هو ده المبدأ اللي بشوفه صح في الجواز مبدأ انه انا مش هتجوز من اجل الجواز انا هتجوز لان انا حسيت ان لقيت الشخص اللي انا عايز اكمل مع حياتي اصلي سام هير انا بس اصغر شوية انا اصغر شوية لحيك نفسك ببرجو تورده عريس قريب يعني عريس جديد بس او لجا حاجة انا الشخص ده اقنعني فهمني فهمته وانتجوز مش عايز اتجوز صح مش بكرة لعني حياتنا اصلا صح يعني مش مع ان احنا نقابل حياتنا سريع وانفتاح فظيع بالضبط وان انا اتجوز وانا صغير هابدأ اشوف الانفتاحات والدنيا والعلاقات كتير والمغريات اكتر والسوشيال ميديا والعلاقات من خلالها اكتر فحابدأ اغير تفكيري الجواز حيغير في فنك ايه؟ بالعكس هو داعم لفني انا من الناس الغلوية فني او اصبحت غلاوي اكتر يعني حلوة الجملة اه انا بقولك لسه بقولك انا لو انا مش غلاوي كان زيما ايقعد في البيت زيما ايقعد معاكل نهار فبالعكس الكل اللي بيحصل في الفن او في الاشكال او في كل حاجة بتحصل بتستفزني اكتر ان انا ان شاء الله افضل اغني ما عنديش حاجة عاملها تاني ان انا اغني واطلع فني للناس لان انا طفل صغير وانا عايز اغني يعني دا حلم حلم حياتي عمري ما كان عندي احلام تانية انت اساف من وين انت صغير برضو قبل حتى ستار ميكر او في مرحلة ستار ميكر اللي هي الناس كلها عارفتك من خلالها معروف عنك انك صاحب صاحبك قوي يعني وانا انا عايز انجح وحتى دا شفتوا ليك في حوارات كتيرة عايز انجح وعايز اللي معايا ينجح وانت قلتها جملة واضحة جدا انه نجاح اللي جمدي بيخديني انا كمان انجح اكتر صح اللي بيغني جمدي صوته حلو بيخديني اتاهد اكتر صح حتى واحنا بنغني في البند زمان احنا صغيرين اه لما كان يجي معايا مطرب او مطربة صوته موحش انا مستوية ايه بتنزل مستوية الفني ايه حلو ايه لما يبقى معايا حد صوته حلو احنا الاتنين نقعد مش هقول نعلي على بعض نعلي على بعض بالعبس احنا الاتنين بنطلع الطاقة فنية احلى مكتير السؤال بقى في الفترة اللي هي بتاعت الويفنج تاني انا مش هسميه اختفاء انا عجبني مصطلح الويفنج ده في الفترة دي مين اللي واقف جنبك وحاول يدعمك وحاول يقولك لأ ارجع يا اساف فوق وعمل واشتغل مين الفنانين من الوسط الفنين لا محدش محد لا لا محدش انا طبعا كان عندي بعض استقاطات في حياتي طبعا اه يعني هجيت لفترة كده هتميت بنجومية المجتمع شوية اللي هو انا اساف كده كده في الوايح جايه بتاعة فده ضيع من عمي شوية سنين فبدأت بعد كده فوق انا بحب اتكلم بصراحة خلي بالك ممكن لقي الفنانين ما يقولوش الكلام ده بس انا هتكلم عن نفسي عن تجربتي الحقيقة يعني فلما عدت مع نفسي مثلا من اربع سنين قلت لأ طب ليه انا الحمدلله اقدر انتك تاني بفضل الله يعني طب ليه ما اعملش كده لا انا هفضل اغني هبعد عن نجومية المجتمع خالص مش بقى ده تفكيري في الاخر هي في الاخر مش حاجة حقيقية صراحة لاني نجومية المجتمع هتنقرد لو ما فيش انتاج هتختفي طبعا هايجيلها وقت وتختفي وحتى لما اختفتش سؤال اللي بعمل ايه سؤال بقى يعني خاص بالمادة شوية دلوقتي ما بقاش فيه منتجين كاسة زي زمان زي الوقت اللي انت طلعت فيه والالبوم برضو زي ما قلت انها بدأت تتسرق وبدأ على الانترنت وعلى اليوتيوب والقرصانة دي خلت المنتجين يجروا شوية يساف بقى بيتعامل ازاي مع الجودة هل بتنتج لنفسك هل عندك خطة هتمشي عليها في الفترة اللي جاية دي انتجيا هو موضوع القرصانة دا كان فترة من الفترات لكن مش موجود دلوقتي لا دلوقتي خلاص دا لو انطلعت يعني بوملة موسيقية حطيت انا على اليوتيوب وانا يعني متفق مع شركة تانية اللي تعرضها هتقفل لي حتى لو اغنيتي فموضوع القرصانة دا ما بقاش موجود هو دا كان سبب من اسباب برضو العطلة فترة من الفترات ما كانش فيه جهات انتجت انتجيني فحصل لكن دلوقتي الاساليب اختلفت ان انا قدر اعمل اجيب منها الانكم بتاع الفلوس بتاعي فاليوتيوب وكذا حاجة فاذا فيه منتجين لكن انا الفترات اللي فتت السنتين اللي فتت دول انا انتجت فيهم حوالي مثلا 20 اغنية لنفسك لنفسي تماما فانا بدأت بيهم بغنية اسمها بحبك طبعا لسه نزلة من كام يوم بدأت اعمل قناة على اليوتيوب باسمي لانا الهيستري بتاعي كله كل دا بتاديت تعمله خلاص يعني مؤخرا مؤخرا لان انا كان الهيستري بتاعي كله بتاعي شركات انتج مش حاجة ملكي فما كانش عندي قناة يوتيوب بتاعتي فلما عملت وبعدين خفت ان انا اعمل مسأل اغنية وانزلها وبعدين اعطل تاني دا حصل معايا من سنة عملت قناة وانزلتها وبدأ نزلت على القناة بعدين بدأت القناة تموت تاني فقمت بقى قلت لأ هنكمل بقيت الشغل كله بحيس اعمل يبقى عندي كل يوم خمستاشر مثلا في الشهر كل شهر بنازل تريك سواء كان مصور سواء كان قال في حد نطحك بقى وقالك انت المحروف كده لا انا فهمت انا ذاكرت اعم ذاكرت لكل اللي حدنسر بتحصل تماما كله ومتوكع الله تماما بقى بتمنى بس من الناس ان هي تبقى يعني يبقى في تواصل بيننا جميل تبقى تدور عن حاجة اللي نتسمعها مننا تبقى سنة عشرين عشرين رسيلة تحب توجيهها لحد بتحبوه هتقول له ايه انا خلي بالك انا من الناس اللي بحب كل الناس بجد دبلوماسي لا مش دبلوماسي خلص دبلوماسي عارف كده لسه هاني بيقول انت بتحب صحابك انا فعلا ما عافش اتبسط لوحدة يعني لو في السفرية اتصل بصحابي كلهم ييجوا تدوستوا معايا في مكان في حاجة حلوة احب كده فما حبش اتبسط لوحدة فانا بوجه رسالة لكل الناس طبعا اولا يا ربانا يا عم السلام علينا كلنا يا رب ومش كلام بقوله كلام حقيقي بتمنى من الناس اللي قاعدين على السوشال ميديا بيكتبوا كومنتز تجرح البني ادم يهدوا شوية يعني ده دي رسالة بوجهها يعني ده شيء مهم جدا احنا ناس احنا في الاخر كلنا بشر ملناش حكم على بعض كلنا هنتحسب لوحدنا ياريت نبقى انت انا متتكلم عنك انت تتكلم عن الناس عموما عليقات الناس للناس اكيد لان انا بقرة تعليقات صعبة قوي جرحة قوي ملاش لازمة خلينا يبقى عندنا شوية سلام نفسي ونقدم لبعضك ونا الخير مش يحصل حاجة لعملنا كده اكيد واكيد بنتمنى لك كل التوفيق وتكسر الدنيا في اغانيك اللي جاية ودايما تفضل موجود باغانيك الحلوة اللي احنا بنتبسط لما بنسمعها يرأيكو دلوقتي بقى نروح كده نسمع اغنية حلوة قويب بس نفسو تشاهد يلا بينا يالله يالله اهلا وسهلا بيكم مرة تانية في صهرتنا في ليلة رأس السنة وبداية سنة 2024 لسه منورنا الفنان الجميل اساف ومنورة نهاد منورة يا دينا شكرا لها دينا انت منور الدنيا كلها انت منور الدنيا كلها ومبسوطين بوجودك معنا النهاردة الاكتر بس انا فيه سؤال ما بعرفش امسك نفسي حتى لو القعدة فنية لازم اقول لازم بسك احب اسأل في الكورة اه ما بعرفش انت بتشجع الكورة بتحب الكورة ليك فريق مفضل انا اهلاوي اهلاوي شفت قعد قالك انا اهلاوي اه بثقة والاهلي في صراحة رافع راس الاهلاوية بس متعصب لا خالص بقى مش متعصب خالص بجب تتبع الماتشات على طول يعني حلواني اه كمان يعني انت بعيد عن الكورة شوية اهلاوي بيبقى لابل يعني اهلاوي بس مش شرك ان هو يتخرج على ماتشات بس في اهلاوية متعصبين طبعا طبعا اغلبية مشاجعين الكورة بيموتوا في الفريق اللي بيشجعوه فالليبل اللي هو بتاع انا اهلاوي بس ما بتفرجش ده نادر مش ده الكتير اللي هو انا مشجع كورة بس مش قوي بس ده رواءان برضه يعني بس بحب اللي بالحلوة اه اه انا وعد اتفرج وقول رأيه وحب بل ايه رأيه وعد مع صحابي كده مثلا على قهوة ونوعد نتفرج على ماتشو بتاعه وحط التوتش بتاعي قولي اي توتش كده في اي حاك وروية انا كده انا هافتي بقى وش لا انا كده بحب طبعا حسام حسن اوي اه طبعا من الجيل اللي كان بيتفرج على الكورة بقى سعيتها طبعا كان قناس اوي مين مايحبش حسام حسن بصراحة لا اصلا بصي مش اي حد بيبقى عنده ثقة بالنفس لا حسام حسن بالنسباني مرتبط بابراهيم حسن اي حد بصي فينا كتير اوي جوم كورة كتير اوي يجي عند الجول كعب حسام حسن كان بيجي عند الجول كأنه في بيتهم عارف طريقه بلعب مع الجول كأنه عادي جدا ومش اي حد يبعنده وبالهد تلاقي بالرجل تلاقي كورة على الارض تلاقي كورة عالية تلاقي صح لايبت الكورة شراب مع اصحابك في الشارع؟ لا ما لايبت تعالا بقى نروح للحاجة اللي انت بتحبها كمان بس لايبت في الشارع بقى انا كنت قصنا عايش في الشارع بس الكورة شراب لا ايه اخبار الافلام الحماسة اللي جات لك والغيل اخبار الافلام فيه غيل برضو ناحية السينما اخطر بصراحة دلوقتي في الاغاني لان هو ده انا شغف لكن لو جالي دور بقى يستفزني هعمله ان كان عادة المخرجين بيتشوفوني اساف اللي هو مغني اساف المطرب بجيبوك في نفس الحتة نفسي اتمنى من خلالك من خلال الشاشة المحترمة دي واليوم الجميل ده باتمنى مخرج يشوفني يقولك لا احنا نجيب اساف اللي حواليه اقولك اساف ازاي انا عايز اتحدى بي اكتشفني في حاجة تانية غير اساف دور يعني يديني دور كاركتر تاني ولا عايزها البسليبسي ولا اتكلم بكلامي ولا اعمل ان شاء الله عايز يحولني انا موافق جدا وده اللي مستنيه ان شاء الله حاجة حتى لو مختلفة تماما عن شخصيتك انا عايز كده اصلا الناس عارفاها اه يعني ايه الدور اللي انت ممكن لو جالك تقبل بي بس يكون مختلف يحلق القرع يعني في دور شوفت اليومين دور في مسلسل بطن الحوت دور حسام الحسيني اللي هو الشيخ الجامع اللي هو عنده النفسية بتاعت انه كان تاجر مخدراته وبقى متعصب وبعدين ده شيخ ماسك ده ماسك مايك الجامع بيوجه ناس فانك نفسي عملت دور 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 يعني شخصية مركبة مليانة ومختلفة عن شخصية حسام الحسيني الحقيقي شخصية فضيعة شخصية طلع منها سايكولوجية في التمثيل فضيعة بصراحة ده دور من الادور اللي انا كان نفسي امثله مثلا انت اخر حقا كانت كازانوبا 2019 ده كان تقريبا قبل الكورونا ثم الكورونا 24 بالنسبة لك غير ان انت تركيزك في الاغاني ممكن تبقى بالنسبة لك خطوة جديدة لتغيير جلدك التمثيلي اتمنى ان انا اظهر للناس بالطاقة التمثيلي اللي عندي لان الافلام اللي قبل كده كانت لايت انا مش بتاع لايت انا حتى مش بتاع اغاني لايت لو جيت الولتري اغنية لايت تعيس تغني طرويل حتى الكلاسيك مش شرط ترب بس اغنية فيها مساحات يعني فيها غنى اقدر اغني فيها طب بتحب تسمع مين بحب اسمع متحة صالح جدا رغم واحد يعني بحب اسمع امال مهر امم امم بحب فاضل الشكر طب لو هتعمل دي هتعملوا مع مين؟ متحة صالح اه بحبه جدا يкоعني اوكا امن الان هو متحة صالح من الناس بص يعني لانه الس sociaux الصحة صحة واللي مش صحة مش صح متحة صالح لحد النهاردة بتلع الحفلة الناس بتقوله الكبير كبير الناس ايه فهمة فانا من الاصوات الصوتان وشاكرا كامل لما كان بيمثل كنت بحبه جدا ضمه خفيف جدا où دمه خفيف تلقائيا جدا انا من عشاق متحة صالح للفنان والممثل والمغني والشخصية هو صوت جبار كمان لا بقبلتش ولا مرة على فكرة ولسه يعني لسه بتفق ان انا اول حفلة لي ان شاء الله لازم يكون قاعد في اول صف جميل اه متحة صالح كمان من الجيل بتعود الحد النهاردة لسه هو متحة صالح طبعا صح وده صعب ويبدأ البسوطه متماسك وعنده تاريخ ومعاصر في نفس الوقت برافو عليك فيه تاريخ ولكن مكامل همور لازم الفنية لسه بحضر ومستقبل مش صوته بس ايساف انت نورتنا النهاردة وبجد بجد استمتعنا بيك وبالاغاني وبالحديث معاك قوي 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 وطبعا هاني انت اكتشاف بالنسبالي النهاردة رهيد بعيدا عن الرياضة بعيدا عن الرياضة انت طلعت بقى ايه مزيع منوعات من الدرجة الاولى طبعا نهاد يعني امر تاعتنا صادة البلد ومبسطة قوي كمان من قابلتك النهاردة ويا رب نكون كده ايه يعني الناس استمتعت كمان بصحبتنا النهاردة احنا صالما احنا استمتعنا جدا بوجودنا مع بعض النهاردة فانا تأكيد ان شاء الله ان الناس ببسطوا معنا جيدا يا رب تبقى سنة حلوة علينا جميعا وكلنا مبسوطين ومحققين كل احلامنا في كل الاتجاهات ومتطمنين على الناس اللي جنبنا سنة سعيدة على حضراتكو استبشروا خير هيجيلكوا كل الخير استبشروا باذن الله السلام يا رب السلام يا عم منطقتنا والعالم كله على فكرة دي الامنية اللي بنبدأ بيها سنة جديدة كل سنة مرة تانية وحضراتكو كون لكو بالخير وبالصحة وبالسعادة موجودين دايما معنا